بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد ومن شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح لشيخ الإسلام وفتي تونس محمد الطاهر ابن عاشون التونسي رحمه الله ونفعنا به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم لما حط أحماله عند باب المصطفى الكريم وأي سفيني لمطالبه من كل وسيلة سوى جانبه العظيم أو جنابه العظيم توجه بكليته إليه وناداه نداء المضطر المعتمد عليه فالتفت من غيبته إلى شهوده وشافاه بمرامه ومقصوده واستعمل كلمة البعد تحقيرا لنفسه وتعظيما للجناب المرفع والأكرم أفعل من الكرم ضد اللؤم ويراد به العزيز ومنه يا أكرم الخلق على ربه يا خير من فيهم به يسأل وكل من المعنين صالح للمقام ويؤيد الأول فإن من جودك البيت ويؤيد الثاني ولن يضيق البيت ولذا بالشيء التجى إليه وسواك بمعنى غيرك والحلول النزول والحادث في الأصل المسبوق بالعدم ثم كثيرا ما يستعمل في الأمر الهائل كهول يوم القيامة المراد للناظم هنا والعميم بكسر الميم الأولى اسم فاعل من عم الشيء إذا لم يخص والمعنى يا أكرم الخلق على ربه أو يا أمنحهم ليس لي غيرك ملاذ إذا حل هول يوم القيامة الذي يعم كل أحد ترجمة نانسي قنقر